بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأحبة هل سمعتم عن مفترس يعذب ضحيته قبل أن يلتهمها الحقيقة هناك غرائب في عالم البحار حوت الأوركا يسميه العلماء من عجائب الطبيعة ولكن نحن نقول هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين دعوني فقط أتأمل معكم هذا الكائن العجيب كيف يصطاد ضحاياه وكيف يعذبهم طبعا هو يعيش أحبتي في الله في المحيطات هذا هو حوت الأوركا حوت الأوركا عنيف جدا ولديه طرق في الاستياد لا يمكن أبدا أن يتعلمها من الطبيعة لأنها غير موجودة أصلا الله هو الذي علمه انظر إلى هذا التصميم الإعجازة هذه هي الفريسة التي يبحث عنها إنها فقمة فيها الكثير من الدهون واللحم وتكفي يعني وهي غذاء جيد طبعا بالنسبة لحوت الأوركا ولكنها لا تكفي لهذه المجموعة حوت الأوركا أحبتي في الله يستخدم تقنيات فريق العمل يعني انظروا هنا هذه الفقمة الصغيرة هنا طبعا يعمل حوت الأوركا أو حيتان الأوركا على تحطيم هذه الثلوج أو هذه الطبقة من الجليد يحطمونها ليسقطوا هذه الفقمة ولكنها سبحان الله انظر يحطمونها من خلال صنع ما يسمى بأمواج يصنعون أمواج يعني بحركات معينة تجد أن هذه الأمواج تضرب هذه القطعة من الجليد الكبيرة فتقسمها عدة أقسام وهنا تبقى الفقمة تذهب من قطعة لأخرى لتنجو بنفسها سبحان الله ولكن هذه الحيتان تعمل ضمن فريق عمل كما قلت لكم فتقوم انظروا قامت بعمل موجة لإسقاط هذه الفقمة هنا سقطت في الماء ولكن لديها سرعة خارقة الحقيقة قبل أن يأتي لها الحوت تستطيع أن تصعد وتتسلق وتخرج وتمسك بقطعة الجليد انظروا الحيتان هنا تصنع أمواج انظروا هذه الدوائر تصنعها هذه الحيتان لكي توقع الفريسة وتغرقها ولكن هذه الفريسة متمسكة بالحياة فلديها تقنية طبعا الله زودها بذلك ليحفظها من الشر ولكن إلى حدود معينة طبعا لأن الله أيضا ضمن غذاء هذا الحوت أيضا هذا الحوت ضمن الله غذائه قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدا انظروا هذه الفقمة تتعلق بلوح من الجليد وعدة حيتان سبع أو ثمانية حيتان تجدهم يسبحون بنظام معين حتى يغرقوا هذه الضحية سبحان الله وقدرتهم على صنع هذه الأمواج التي طبعا هم يحركون ذيولهم بطريقة معينة وبتناغم معين بحيث يشكلون موجات تصعد للأعلى فتحطم هذا اللوح الجليدي ولكن هذه الفقمة تبقى متعلقة بالحياة ولديها قدرة كبيرة جدا على المناورة طيب بالله عليكم أنا أود أن أتساءل من الذي علم هذه الفقمة أسلوب المناورة هذا لتنجو بحياتها ومن الذي علم الحيتان أيضا هذا الأسلوب الذي يتضمن العمل ضمن فريق عمل أيضا لتضمن رزقها لأن أعداد الحيتان أقل بكثير من أعداد الفقمات أيها الأحبة ففقمة البحر هذه تتكاثر بسرعة وبكميات كبيرة لأنها ستشكل غذاء للحيتان ولكن الله زودها بشيء من القدرات تنجو بحياتها بحيث ينجو عدد معين ليبقى يتكاثر والعدد الباقي لا يستطيع النجاة فيكون غذاء للحيتان فالحيتان تستمر في حياتها وتتكاثر أيضا وتتغذى وهذه الفقمات أيضا تستمر في حياتها وتتغذى على كائنات أخرى وبالتالي تتكاثر أيضا ويبقى هذا التوازن الطبيعي الذي يشهد بقدرة الله عز وجل الذي قال الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل نسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة